تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تتواصل جهود الدولة لإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة في المحافظات وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات وفي هذا الإطار أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تعمل على قدم وساق وبخطة هادفة لتنفيذ تكلفات في هذا الشأن وأعلن شعراوي أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة منها 128 قطعة أرض تغضع لـ 21 محافظة